مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا مرحب مرحب يا هلال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا أهلا لبنات كديرين لبس عليكم مزيانين كوشي باخير الحمد لله اليوم غدا نتشارك معكم الطاولة ديالي يعني وخطب لكم هاكا عامره ما تخافوش راها غير بسيطة انتم هادي نشوفوا معايا بالتفصيل يمكن لكم يعني هادي الطاولة كتبين باللي يمكن لك أبسط الأشياء أنك تخلقها واحد الجو وواحد الطاولة اللي تكون تنوعها وغدا ندوز دبل مرحلة العجين ديال هاد الفطائر عندي هنا 700 جرام ديال دقيق وعندي 300 جرام ديال دقيق الفينو وعندي خمارة مع عرقة ديال السكر سنيضة الملحة ونصف كاز ديال زيت الزيتون وعندي الماد دافي للعجين وهاد النخالة هادي غدا نستعملها مني غدا نقسم العجين غدا نستعمله فحد نصف والبنات اللي كانوا سولين على النخالة را هي هادي البنات كانوا كتبوا ليها في التعليق باللي منين كان أخدها كان أخدها أنا من دولايز را ما غالياش تقريبا هاديك الساشي كيدر شي أورو هاكاك يعني تمان زوين مناسب وهاكا تدخلوها في بزاف ديال الأشياء في المسمان في البغرير في كل شي كتبقى صحية ولو كتستعملو الدقيق الأبيض اللي كتدخلوها ديك النخالة را هي كتعاون هاكا في الجهاز الهادمي راها مزيانة وخا غير دك جوجد المعالقات راها مزيانين باش دك دقيق ما يكي لسقش على المسارة دك الدقيق الأبيض راها عدناش علي ما عدناش من النهروب وصافي ولكن كينين شي ناس اللي يخصو مياكلو الدقيق الأبيض وكينين الناس اللي مخصو مشي يأكلو يعني دكشي كيبقى على حسب كل واحد وصحة ديالو وهنا عرى العجين ديالي كما لاحطو راه ولا طري ولا زوين يعني ولا زوين يعني مكلي ينشكلو غادن نحيدو من العجانة وغادن نوضعو فق الطاولة ديال ديال العمل وغادن نقسمو ونخليه النصف غادن خليه حتى يخمر والنصف الآخر غادن ناخدو باش نخلطو مع النخالة ما تدوش على صوتو يا لبنات راه شوية الصوت ديالي مروحة شوية الجو عدنك يتغير مره بارد كل مره واش كتعافي شنو تلبسي وهنا راني درت النخالة كما لاحطو يعني خديت واحد نصف ديال العجين وزد علي النخالة واحد شوية ديال الماء باش هكا العجين ديالي هدا غدا ندير بيه خبيزات خبيزات ف الفران هكا صغير ورين كي يجيو زوين هناك يعطو منا يضر وكما شاهدتو الناس الاخر راحته وغدا ندهنو بشوية ديالزيت من فوق وغدا نغطيه باش هكا يخمر على راحتو حتى الناس الاخر اللي في النخالة حتى وحطيتو حذاه تهن تغيب شوية ديالزيت الزيتون باش هكا هذيك الطابقة الفقانية ديال العجين ما تلصقش ليه على الفيلم على المونتر هكا مني نبغي نحيد العجينة عفوا البلاستيك ما تلصقش على العجين ودس باش نحضر الحشوية عندي هنا توابل زيت الزيتون فلفل أبيض زنجابيل شبيه ديالزعتار كركم فلفل أسود والملحة وهدوك واحد واحد الآشئ ديال عطرية هكا مخلطة كي ملاحظتو شوية ديال الحباق مع التومة وفلفلاء حارة اني طحونة بودرة وشوية ديالملحة كيكونوا مخلطين هم كيتباعوا في مقالي سوبرمارشي وهديك عطرية مغربية كنت مشيت للدوليز ولقيتها وجتها ومحتى يدرتها خلطتو صافي ميجتتت واحد المداق اللي رائع مختلف وعندي فلفلاء الوان والبصلة والتومة اكيد وضعت زيت الزيتون في المقلع وغادا نشحر هاد هاد البصلة مع التومة كي ملاحظتو كنوريكم كنقول لكم بالليراني قطعتها رقيقة بسقاش هكا كغليطة ما كنبغيش نطحنا في ديك الطحانة اللي كتتترقق لي هادي كتتقى احسن مبغيتش شوية تطلقتك المديلة بثاف وغادا نخليها هكا تتحمر شوية مع ديك التومة وزيت الزيتون وغادا نضيف فلفلاء الوان وغادا نضيف فلفلاء الوان بعد ما تشحرت لي البصلة كي ملاحظتو فلفلاء الوان كتتعطي فلفلاء الوان كتتعطي وحد المنيضر للحشوة وده بغادا نبدا نوضع في التوابل اللي هي الفلفل الابيض او الاسود مهم يمتوفر عندكم يبزار وصافي وغادا نضيف الملحة يعني الملحة الكافية وهد العطرية هادي احتي هنضير من نوحة شوية مش بزاف شوية لانها في اذك الحرور وعندي الوليذات صغرين وغلا احطهم كتر تشغي شوية ودرت من هديك العطرية المغربية سهية شوية على النسمة وصافي والزعتر اللي مزيان وكيتواتع مع الجاج ومعات الحشوة هادي كي يجي زوين والكركم والكركم البنات اللي كيتبع في دوليزر اغزال زوين ماشي بحال والكركم اللي كان ناخدو من عند من البلايس الأخرين من اللي كان ناخدو من عند المغاربة اختالف تماما يمكن لكم تديرو حتى الماسك الوجه يعني تطيقو فيه لاناني انا فيتلي استعملتو حسن من ديال اللي كان نشيرو من عند العرب مع الشيكون خلاط ولا شنو مهم هادا زوين ووضفت واحد للمطيش حيتلا القشرة وحيتلا ذاك المديالها وضفتها مع الخاليط اللي كتعطي واحد لده البنات كتجي زوينة وكت تعطي واحد لاصوس لها تشرمو لك يكون زوين كي مرحتو انا را ما كان كترش العطرية بزاف ما كان بغش نكتر ويبلا بغش انتو ملووا الاحمر وذكشي الالوان بزاف ديرو التوابين زيدو الفلفل الاحمر بودرا ديرو كتدرو ذكشي وما دي غير حشوة يعني ما كيلاش يعني ما كتبانش كتكون وسط العاجين انتو ما غدين تشوفوني فاش غنستعملها وهنا دست خديت هاد الزرارة هادو باش ننصيبهم الخبيزات عندي هنا مجردين انا دي فيها هني زرارة الوان فيها زرارة كتان زنجلان فيها مهم خلطة وكين زنجلان بوحدو وكين بودور الخشخاش وكين خالة واختيت العجين فرغت منو الهاوى اللي كان فيه ودرتو هاكا كويرات صغيرين كونو بنفس الحجم كيجو زوينين هاد الخبيزات ما تيكونو صغر كيكون عندهم احد الماضاقة او منا يقدر مختلف وان كان بعون نوع وماشي دائما الخبز العادي اكيد الخبز المغربي لا يولي عليه ولكن كان بغون حتى عداره مغربي خبيزات صغيرين كيجو زوينين كيجو في المايدر ديالهم حلوين انا غالبا من ما كندير شهادة في رمضان كندير الخبز ديال المقلة اللي كنت وريتكم في الفيديوهات السابقة اللي درت هاكا ديال الفطور عاديو الرمضان هادو كنستعملو كيجو زوين هندوك الطيبطات هاكاك طيبطات هاني صايمة البنات بديوش عالية خام عليكم نخرج وندخل في الهادرة بعد المرات اللي ما في ياما كان بغيش نبقى نمسحه نعود كنخلي هاكاك مطلق وفعلا بطبوط جربوا البنات هادو الفكرة يعني بطبوط خليو حتى الاخر لحظة ويعني من يقرب الفطور وطاعدة طيبوه كتكون عندو واحد الماطاق واحد النسماء طرابة كتكون فيه وكيكون سخون ما تقدروا تاكلوا حتى شي حاجة قبله هو كتبوا تاكلوا هو اللوول انا صراحة كيعجبني شكولي كتدير بحالي هادو هادو العادة هادي خليها لي في التعليقات واللي ما كتديرها تجربها تديرها كتاجن وبكري شوية وتخليه ومني يقرب الفطور تكون جامعة ومقادة ذاك شي اللي بغا تصعيب وتخليه واحد الاخر وبدأ تطيف هادشي اللي كندير انا في الاخر وهنا اخذتك الكريسات وقدرتهم شوية دي الماء باش يلصقوا ليعليهم ذاك الزرارة كما لحتو راه كل شي باين بالتفصير انا كنوريكم في الصور يعني ذاك شي واضح كنضغط بيدي هكا باش مزقاش لياديك الكورة عالية مايجيش العجينة غليطة بزاف وكندير شوية دي الماء وكندوز هكا في البودور ديال الخشخاش واللي ما عندوش بودول خشخاش يمكن لي مايستعملهو بشي يستعمل غير نخالة او اللازنجلان بوحده او لما يستعمل حتى شي حاجة غير يدير ماء كاك وي ويديرهم شوية ديال دقيق الفينو او السميدة حتى مارك يجيوز ويني بالسميدة يعني يمكن ليكم تكتافيوا من هاتشي كامل غير بسميدة انا هادا غير وهم غير اللي بغاها هكا واللي عندو هاد المكونات را يمكن ليستعملها او ليستعمل واحدة من هاتشي اللي حطيت كيما اكتليكم راها سميدة كجيزوين احتها هي راني نسيت ماستعملتاش طبعا مني بديتك انشوف الخبيزات عدا تفكرتها كجيزوين احتها منيضر ديالها وكندغط بديتك انستمر وكنوضع شوية ديال الماء وكندوزها هكا في هاد البودور اللي اللي زرعت الكتان هادو يكونهم خلطين حتى هما كي كينين في دولايز هتيكون شوية التعمان ديالو مزايدة لان الخالة بانه خالة كتبقى خصما انهم كاملين اللي بغيتو تبشيو تاخذوها البنات دايرة غير اورو وهادي الحشوة مبعد بما بردات غدا ندوز باش نشكل هاد الخبيزات اللي غدا ندير من الوسط هاد العجين البنات غني قسمتها على جوج كما لاحظتو يعني درت ما نهضروش على الخورة لان داست ديال الخبيزات غني صايبتم ولكن النصف الاخر حتى هو قسمته على جوج النصف غندير به واحد البيتزا اللي مع مرب الفرماج من الجناب وهادي والنصف الاخر غدا ندير به هاد هاد الخبيزات هادو كما قلت لكم في اللول ديال الفيديو باللي راه بابسط الاشياء مكليكم نديروها حد طاولة اللي تكون زوينة انا كما لاحظتو هادا غير عجين واحد والحشوارها غير وحدة بغيتش هاكا نقنوه وعندي لكم الطون وندير كفتا وندير هادي راه مكليكم تديرو كما هاد شي او لا تديرو الكفتا تنوعون توما ذاك شي كيبقى على حساب الدوق تياري ويما انا كنبغان نتبارتجي مع البنات من اللي ما تعلان ما كتكونش عنده كل شي متوفر وفي عوات جاجب كليكم تستعملو غير طون راه كافي وهاكا نجمع الخبيزات من الوسط ديالهم وكان قاعدهم وهنا راه الخبيزات ديولي هادو راه مخمرو كنوريكم في الفيديو غدا ندخلهم الفرن بعد مما سخنتو على ميتين داراجة قدرتو في الوسط يعني فوق والتحت والي حساب الفرن ديال كل سيدة وهنا هاد الخبيزات تحتها موارة كنقعدهم كنضغط عليهم يعني ما كنخليمش هكا كغلاضين وكنستفهم في اللاطة الخرى ولعجين الاخر اللي قتليكم قسمته تا هو غدا ناخد منه هكا هاد 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 كيمشي لي البنان شنو كنقول هاد الخبيزات هادو وغدا نقطعهم يكونوا بحل بحل باش غدا ندير البيتزا وهاد الخبيزات الاخرين ها هما هادو غدا نقعدهم بالموس مهم هكا ندير علامات هاد العلامة هادي وغدا ندهنهم بشوية ديال لأ اسفر البيت وغدا نوريكم حيت هادة روتين البنات كان ونبني ندار الصورة كتلات الصورة أخرى وهدي الحريرة بعد مؤنا نقليها ما كان ديراش هاكا كديراك كان خويل ما احتاير هدرت لأ المال كافي بش طيفي وستيت عليها وغادا نرجع لخبيزات ديولي زين تمهكب بهد شرائح ديال الزيت عفون هد زيتونات هادو من الفوق شرائح وغادا ندهنا بالخليط ديال اصفر البيض والحليب وشوية ديال الخل باش يحيد لنا ديك زفورة ديالبيض ويمكن الليكم تكتافي وغرب زيت الزيتون بيها كما واش يستعمل البيض شدو غير زيت الزيتون ودهنو بيه حتى وارك يعطي داك اللون دهبي زوين زيت الزيتون ديال الطيابة لبنات ماشي الزيت اللي كان اكلو اللي كان اكلو هكا في المغرب كيبقى في ديك كتعطي ديك النسمة ديالو استعملو زيت الزيتون ديال الطبخ وهاكا يعني مبعد اما دهنتون مزيان يمكن لكم ترشوه متوما بشي حاجة انا درت بمعد نوس قطعتوا رقيق ودرتوا مع الفرماج ديال موزاريلا ما غاداش نديرو دابا قدحت ايطا يبودوك لخبيزات وقالي مغير شوية يعني طيب وضيك نستطيبة عادا كنرشو مباداك شوية ديال الفرماج بقصبرها كالتا ديال ودست البيتزا باش نكمل معكم ديك الشي اللي بديدنا كبيلة ديال الكويرات ديالبيتزا كي ما لاحطوا راح كل شي واضح في الصور اه درت الفرماج موزاريلا وكنضغط هكا جناب هنك تلاحظو داك الخيط ديال الكاميرا كانت قادل ليها الباتري سالة ليها الشارج ودرت احدايا باش نقدر هكا نكمل ليكم الفيديو بعد مرات حتى كنت تفاجئي لما رديتيش البال انا ماكنش مشارجيها مزيان وفاست هاد الروتين تقادل ليها الباتري ديال كاميرا وبناتا نرى ما عندي لها اضاءة لحتى شي حاجة علاش راح كيبانو لكم الصور حكا فوق الطاولة ديال التقديم بعد المرات كيبانو راحهم يعني ماشي واضحين تبانو بحل طلام عندي غرسة بوتات ديال جلدار وصافي ما ديراش اضاءة ان شاء الله غدا نشيريها بقى مخديتهاش كل مرة كنقول غانمشي نجيبها وكننصى خاصاني ضروري باش حكتبان الصورة واضحة اكتر اني كنستعنا غير بالضو ديال كوزينة وصافي مو يمقبلو عليا حنا بقين يلا هبدينا وهنا الخبيزات ارى اراني ثرحتهم هاد ديالة البيتزا كنديرهم شوية عراضين باش هك الحشوة تكون في الجناب ويجي شكل ديالهم تبقى لي هادك الوص ديالة خاوي باش تقدم ديال الحشوة واللي ما عنداش فرماج موزاري اللي هكا ما عنداش فرماج كافي باش تبقى تدير حالة هاد اللعيبة هادي اللي كندير هكا في الجناب ما تستعملهاش تدير غير بيتزا عادية وتشد هاد العجين هادا وتقسمه على جور تدير نص نصه ميني بطبوط ونصف الاخر تديره ميني بيتزا وهكا الطاولة ديالة كتكون مشكلة كيكون فيها بزر ديالاشياء كتخرج خبيزات زائد هاد والخبيزات الاخرين فايد ميني بطبوط زائد هاد ويم كتولي طاولة متنوعة وباقل تكلفة ما كنش شي حاجة يعني اللي كتيرة وبقيت هكا كنضغط بكندخل ذك الفرماج هكا في الجناب وكندغط كنتبت هكا بصبع ديالي في الاخر باش هكا ذك الفرماج يبقى في الواسط عفوا في الجناب وهنا راني ستفتم غدا ندوز دابة باش نن نصيب ليهم قاعد ندل لهم دك ماطيشة هادي ماطيشة طبيعية او سلسة طماطم يعني بدون اضافات ما في حتى شي 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 مواد انا نوريكم هادي احتيارها بناتكينف دوليز بيهم ما في حتى ماداق فيها ماداق هكا كدل ملوحة وصافي العادي ما في حاش حاجة اللي او كان قاعد ده هكا كنوزها في قاعد الخبيزات انا هديك ديال لي دل كيجوني فيها بزاف ديال اضافات وصبح الله ما كدوش ليه ما نعرفش لاش ما وخاك نقراك لقاها ماشي ولكن ما نعرفش كيجيني فعب حالاشي حاجة كينة ماشية هاديك ماداق ديالا مختالف من هاديك نحس بها انا طبيعية واختيت الخليط ديال اصفر البيض اللي بقى ليه من هادي الخبيزات كيما لاحظتوا خرجوا من الفرغان غزارين البنات ما نقوش ليكم ما داقوا حتى المنايضر وقدرت شوية ديال زنجلان هاكا في الجناب وغدا مزا ذهبان وضع في الحشوة ديال الدجاج المتبقية يعني هنا بنات انا ما استعملش بالزرف ديال الدجاج غيت قريبا واحد الميتين وخمسين قرام ديال الدجاج وقبعتها رقيقة بعد ديك البصلة و ديك فلفلة يعني واصفات اللي جد يعني اقتصادية بزرف ماشي مكلفة اكيد الكل ممكن اللي يصيب حاله هاد الحشوة هادي ويدير هاد العمارات فرق اللهرات الطحين موجود عند كل شي وغدا نضيف واحد شوية ديال الفرماج من الفوق ديال الموزاريلا غر شوية وصافي باش قطبالي ديال الحشوة ومن بعد ما خرجتوك الخبيزات غدا ندخل هاد هاد البيتزا هادي وشايت واحد جوج ديال تباك الله العجينة فيها الخير والبراكة واحد جوج الكورات ديال العجين وغدا نديرهم بطبوطات هاكا في المقلع نلاحظو معي البيتزا خرجتها طريا نقوش ليكم غزايا على البنات العجينة ديالة جات رائعة وهادو كل البطبوطات الخبيزات اللي وريتكم كما كتلاحظو وغدا ندو الزبا باش ننوجد هاد هاد ال نجالة اختيت واحد نجالة وحدا هادي ماشي بزا فماشي جوج نجالات غير وحدا قطعتها كشرائح ورشتها شوية ديال الملحة وزيد الزيتون وهدا ندخلها الفرن ممكن لكم تضيلو لها الشرمولان ممكن لكم تضيلو لها زيت زيتون مع الفلفل حمرة بودرة يعني وطا حكا وضخلو الفران مع زيت زيتون نددلو معها التوابل يعني تضيلو لي العطرية انا ما باتش نديل لي العطرية الاولوا يعني رمضان وصايمين باش نكتر العطرية فكل شي ارتلي اكتافيت غير بمليحة وشوية ديال الزعتر وزيد الزيتون هاد شي اللي درتليه ادرت لفلفل ابيض لحته شي حاجة ووجدت ثمك كما لاحظتوا لادو غاد درتوا في الفرغان حتى اوه مع شوية ديال عطريان باش نطول عليكم الفيديو اكيد لادو غاد راني درتوا معكم في الباش ديالي وهاد شلادة هادي زي انتهب بقطع ديال فرماج وطومات سوريز وهنا ما وجدتش تحلية ما بقى عليش الوقت درت غير يعني يوغور طبيعي درت معا شوية ديال الحق الجودة دياله زوينة هاد الياوغ تعتها ماشي عدق دياله رائع وماشي حلوة لكن زوين ورشيتو هكا باش يعطيني ديك الحلاوة اللي تكون خفيفة وبدون سكر درت شوية ديال هاد المشالية من راسي ديال الرمان وهدك التوت ودس باش نحضر العسير يعني قبعة فاحة حامضة كبيرة ونص ديال خيارة والقشور ديال حامض البنت اللي واعدتها في اللي غدا نوجدو العسير ديال الحامض كي يجيزوين وصحية البنات واحسن من العسير هكا اللي تديرو بالحليب وهد شي انا هادا جانيزوين وصار حو كنديرو بالساف تقريبا وليت كنديرو يوميا وخان دير عسير اخر كندير هادا هتا هو لانا في الحامض وزت عليها القشور ديال الحامض ما تقيسوش المرورة ديال لال ديال القشرة البيضة غير من الفوق تحايدو غيدك صفورة فقط باش ما يجيكمش العسير ديال كمر يعني تنتابه دائما تفادو ديال القشرة البيضة يعني مني كدو تحكو في الحكاكة غير تديوها ما تعقبوش تحكو تديوها و تجيبوها بيتهم غير حكاو حيدا ما تعودوش ترجعوها شنا هر غدا نوريكم طريقة بالتفصيل في الفيديو باش ما يشحكا ديال القشرة البيضة لما توصلو لهاش ممرة ودس باش ننطحن العسير يعني زيتليه الماء اللي غدا نطحنو فيه والسكر راك يبقى حسب الضوء ما نقدرش نقول لكم انا الكيمية اللي غا تستعملو دكشي كيبقى لحسب نتو ما اشنو كتبغيو والخبيزات دولي حتى هم كيما لاحظتو راهم واجدين جوزوينين البنات غزالين رائعين ترتيرتيرين رائعين فعلا والله ودرت عكا شوية ديال هكا ديال لي فخوي عكا درت السوريز ودبرا الوقت ديالو رعزوين ومش ماش حتى والوقت ديالو مو يمديرو دائما الفواكه الموسمية اللي كتكون ديال الوقت نفسو والحريرا ديالي كما لاحظتو وهدك هد نجال اللي درتون استمتو بشوية ديال الزعتار والملحاو وزيد الزيتون وهدو الخبيزات راني حليتهم من الوسط يعني هطيت منه من الولدي وهد هد السلطة هده اللي جاد سوينة حتى هي هده هما الأطباق ديالي اللي سهلين وبساط ممكن لكم تحضروا آآ طابلة اللي زوينة ماشي طوي بلا صرحة تجي طابلة بحوي جاد زوينين وبساط واقتصاديين يعني ما كنحضروش للأسماك ولا علاشي حاجة اخر انا كندر على الوصفات اللي حضرنا حضرت امامكم هكا مباشرة ولا عصيره هو هده ديال الخيار والتفاح الاخضر تفاح الاخضر كيجي احسن كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم البنات ويلعجبكم ما تبخلوش اللي يابلي لايك ديالكم وتبارتاجي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله القناة ديالي تتلقوا داموا ان شاء الله نزيد نتبارتاجي معاكم بزرد ديال الاشياء وروتينات ان شاء الله يلا بقينا في الحياة وهادي هي الطاولة ديالي اللي كان قوليها انا بسيطة لانها كاسقة بسيطة وغيك يبانو لكم ديكلو معين بزاف راحضو الخبيزات كيجيو طريين وخفاف كندغط عليهم كنوريكم خفافين بزاف وورطبين وهادي البيتزا هادي او ميني بيتزا امتمي وانتو ما كما بغيتو كالجيز وينا وتزيارها كيبقى باش تديرين تخلقينتي البهجة في البيت ديالك راك تديري ذاك شي مهم كل واحد وطاقة ديالو والخاطر ديالو لانا راح تزيارها كيبقى باصي جدا وهنا الخبيزات راك انتم صورها بوحدهم كنوريكم ما شيف طاولة ديالتقديم وانما في هكا فوق فق سطح العمل اللي كنت طيبت فيه وانتلقوا ان شاء الله فيديو اخر واسلام عليكم